وتعالوا نشوف بقى نور من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي عنده نور غريب قوي ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في صحبته كده لما يصاحب حد يبقى نوع عنده نور في صحبته غريب شوية فعنده نور الصحبة ازاي النور بيتقلق انا عارف ان انت وانت سمعني ممكن تكون بتشتاكي من قلة اصحابك وممكن تكون قلة اصحابك لانهم مش فهمينك لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مثل الجليس الحسن والجليس السوق كمان صاحب المسك ونافخ الكير لكن شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي علمنا ان نور الصحبة بينعكس على صحبك الصحابة كانوا بيهاجروا للحبشة وسيدنا ابو بكر كان عايز يهاجر هو كمان وكمان هاجروا للمدينة وسيدنا ابو بكر عايز يهاجر للمدينة لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له انتظر لعل الله يرزقك برفيق فسيدنا أبو بكر قلبه حاسس أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عيصاحبه في الهجر وفعلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره حضرة النبي اختار سيدنا أبو بكر عشان يكون رفيقه في الهجر وعلمنا حاجة مهمة جدا علمنا أن الصحبة بتكون على أي أساس تكون على أساس لما تصاحب حد لازم تبقى أمانه في حدث النبي كان أمان لسيدنا أوبكر أو الله مش أن صاحبك هو اللي يكون أمانك أنت اختار اللي أنت هتكون أمانه كمان ويظهر ده في قوله تعالى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا شوف قاله إن الله معنا مش إن الله معي وستكون أنت في صحبتي لا جعل المعاية مبسوطة لهم طب ليه اسم سيدنا أوبكر لم يذكر في الآية شوف الجمال ما يقول إذ يقول لأبي بكر ما سيدنا زيد زكر في سورة الأحزاب طب ليه بقى هنا ما تذكرش سيدنا أوبكر رغم إن هناك آية تانية ربنا قال فلما قضى زيده منها وطرة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عارف وحضرت النبي عارفين رقة قلب سيدنا أوبكر وربنا لو قال لحضرت النبي وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى فمش هيخلي قلب صحبه يتوجع لأن في مرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أوبكر إن السلام يقرأك السلام فقال لو أسماني باسمي فضل يبكي فسيدنا أوبكر قلبه رقيق لذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن سيدنا أوبكر مش عايز اسمه يذكر لأن كل ما هتذكر الآية دي ممكن يفتكر حضرت النبي وفتكر الصحبة دي مش إن تفكرين لما جاي يصلي بالناس السيدة عائشة قالت إن أبا بكر رجل أسيف يكسر من البكاء ويكسر من التخشع فبليش؟ فلو ذكر اسمه ده غير إن أحسن حاجة عند سيدنا أوبكر إنه ينسب لحضرت النبي ينسب لحضرت النبي ولذلك لما سألوه إيه أحب عبادة عندك قال قال حضرت النبي بقول له إيه أحب عبادة عندك أبا بكر قال أن أنفق مالي عليك عارفين ليه؟ عشان تهدو تحب أن أنفق مالي عليك وأن أجلس بين يديك وأن أطيل النظر إليك فالقرآن جيه على ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دايماً خلي صحابك يدخلوا في أمانك فما تذكرش اسمه أبا بكر بس تذكر إنه صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وحضرت النبي بيعلمك الجدعانة إن أنت خلي صاحبك يسافر معك ويدخل في أمانك خلي زوجتك تكون في أمانك خلي ولادك يكونوا في أمانك لأن دول صحبتك اللي أنت لو دخلتهم في الأمان ربنا هيأمنك بيهم فلو عايز يبقى عندك نور الصحبة خلي الجدعانة الجدعانة والشجاعة والمحبة والأمان اللي بتبذوله للناس هو دوت اللي يخليك ماشي في نور حضرت النبي اللي يخليك ماشي في أمانك اللي يخليك ماشي في أمانك